بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر المصاري الأدبي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من الدروس المصورة لمادة العلوم العامة عنوان درسنا اليوم تحديد تسلسل النيوكليوتي ذات داخل جزء DNA والنستعرض معا أبنائي أهداف درسنا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يصف تركيب جزء DNA يذكر أسباب اعتبار العلماء تحديد تسلسل DNA مهمة معقدة يستنتج الهدف من تحديد تسلسل DNA يوضح دور العلماء في تحديد تسلسل DNA والنبدأ معا أبنائي بمراجعة الدرس السابق من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما يلي أي المصطلحات التالية يعبر عن مجموعة مؤلفة من ثلاث قواعد نيتروجينية البروتين الكودون الحمض الأميني الحمض النووي أحسنتم أبنائي فإجابتكم صحيحة المصطلح هو الكودون السؤال الثاني أبنائي من أسئلة التقويم الوحدة صفحة 102 أي القواعد النيتروجينية التالية لا تتواجد في جزء DNA؟ الأدنين الثيامين الغوانين اليوراسيل فلنفكر معا أبنائي أي من هذه القواعد لا يوجد في جزء DNA؟ أحسنتم إجابة رائعة قاعدة اليوراسيل ولنبدأ الآن في الهدف الأول أن يصف الطالب تركيب جزء DNA هل تعلم عزيزي الطالب ما هي الوحدات البنائية للجزء DNA؟ أحسنتم بالفعل إجابة صحيحة إنها النيوكليوتيدات مما تتكون النيوكليوتيدة؟ تتكون من قاعدة نيتروجينية سكر خماسي مجموعة فوسفات ولكن ترى أبنائي كيف تترتب هذه النيوكليوتيدات داخل جزء DNA؟ لاحظ معي عزيزي الطالب الشكل الموضح أمامك ترتبط كل النيوكليوتيدة داخل جزء DNA بالنيوكليوتيدة التي تليها عن طريق رابطة تساهمية بين السكر ومجموعة الفوسفات وهكذا تتكون إحدى سلاسل الـ DNA والسلسلة الأخرى بنفس الطريقة ترتبط كل نيوكليوتيدة بالتي تليها عن طريق رابطة تساهمية ثم تتكون روابط بين القواعد النيتروجينية في السلسلتين المتقابلتين وهذه الروابط عبارة عن روابط هيدروجينية وهكذا يظهر شكل جزء الـ DNA كما ترى عزيزي الطالب جزء الـ DNA هو عبارة عن دابل هليكس أو حلزون مزدوج يتكون بهذا الشكل وتكون أنواع القواعد النيتروجينية داخل جزء الـ DNA أربعة قواعد القاعدة الأولى السيتوسين الثانية الجوانين الثالثة الأدينين الرابعة الثيامين ولنتابع معاً أبنائي تركيب جزء الـ DNA كما هو موضح بالشكل أمامكم يتركب جزء الـ DNA من لولب حلزون مزدوج يتكون من هيكل داعم من الفسفات والسكر وتربط بين جانبيه جسور عبارة عن أزواج من القواعد النيتروجينية كما ترى عزيزي الطالب في الشكل هذا هو جزء الـ DNA وهو عبارة عن لولب حلزون مزدوج وهذا هو الهيكل الداعم من الفسفات والسكر وتربط القواعد النيتروجينية بين السلاسل المتقابلة وهذا يمثل النيوكليوتيدة والتي تعتبر الوحدة البنائية الأساسية لتركيب جزء الـ DNA والتي تتكون من سكر مجموعة فسفات قاعدة نيتروجينية ولكن ترى أبنائي كيف يتم الارتباط أو الاقتران بين القواعد النيتروجينية المتقابلة ترتبط قاعدة الأدنين بالثيامين وترتبط قاعدة السايتوسين بالجوانين داخل جزء DNA تحديد تسلسل DNA يخزن DNA المعلومات في تسلسل القواعد النيتروجينية كما تلاحظ معي عزيز الطالب الشكل المقابل فمثلا يختلف تتابع القواعد ACG عن AGT فكلا منهم يمثل شفرة وراسية مختلفة إذن ما المقصود أبنائي بتحديد تسلسل DNA؟ أحسنتم إجابة رائعة اكتشافوا التسلسل الدقيق للقواعد النيتروجينية المكونة لجزء DNA وإلى هنا أبنائي يكون قد تحقق الهدف الأول أن يصف الطالب تركيب جزء DNA نأتي الآن أبنائي إلى فقرة اختبر نفسك أسئلة تقويم الدرس 71 صفحة 80 السؤال الثاني أي من القواعد النيتروجينية الآتية ترتبط بالسايتوسين؟ أحسنتم بالفعل إجابة صحيحة إنها القوانين السؤال الرابع ما التركيب الأساسي للنيوكليوتي دات؟ أحسنتم إجابة صحيحة سكر خماسي مجموعة فوسفات قاعدة نيتروجينية ولنتابع مع الأبنائي فقرة اختبر نفسك مستعينا بالشكل الذي أمامك أجب عن الأسئلة التالية 1. ما أهمية الجزء المشار إليه بالرمز A و C في جزء DNA؟ 2. أين يخزن الـ DNA المعلومات؟ يمكنك عزيزي الطالب إيقاف الفيديو ومحاولة الإجابة عن الأسئلة بالفعل إجابتكم رائعة وصحيحة C. مجموعة فوسفات A. سكر الأهمية تكوين الهيكل الداعم لجزء DNA السؤال الثاني يخزن الـ DNA المعلومات في تسلسل القواعد النيتروجينية أحسنتم أبنائي إجابات رائعة والآن مع الهدف الثاني أن يذكر الطالب أسباب اعتبار العلماء تحديد تسلسل الـ DNA مهمة معقدة ولكن ترى أبنائي ما أسباب اعتبار العلماء تحديد تسلسل الـ DNA مهمة معقدة يرجع ذلك إلى خمسة أسباب ألا وهي السبب الأول القواعد جزيئات مفردة أصغر بآلاف المرات من الخلية إذن كيف يمكن ملاحظتها؟ السبب الثاني تسلسل القواعد مضغوط في جزء الـ DNA فلا بد من فك الالتفاف لتحديد التسلسل دون إلحاق ضرر به السبب الثالث يعد جزء الـ DNA جزئا عملاقا وأكثر من 90% من تسلسل الـ DNA لم يتم اكتشاف وظيفته حتى الآن السبب الرابع يحتوي الـ DNA في الإنسان على ثلاثة بلايين قاعدة تقريبا وقد تم تحديد تسلسل الجينم البشري السبب الخامس يتشابه الـ DNA بين فرد وآخر لحد بعيد لكن يختلف في ملايين التفاصيل بشكل طفيف فكيف يمكن إذن تحديد الأجزاء المتشابهة والمختلفة لدى جميع البشر؟ وأي الأجزاء تختلف بشكل طفيف؟ وهذا ما ستعرفه عزيز الطالب لاحقا بإذن الله وهنا نكون قد وصلنا إلى تحقيق الهدف الثاني أن يذكر الطالب أسباب اعتبار العلماء تحديد تسلسل الـ DNA مهمة معقدة وهي الخمسة أسباب المذكورة أمامكم أبنائي وصلنا الآن أبنائي إلى فقرة اختبر نفسك تقويم الوحدة الدرس 7-1 صفحة 104 السؤال رقم 23 أعطي سببا واحدا لاستحالة تحديد تسلسل الـ DNA كامل مرة واحدة أحسنتم بالفعل إجابتكم صحيحة الإجابة هي لأن تسلسل القواعد مضغوط في جزيء الـ DNA فلابد من فك الالتفاف لتحديد التسلسل دون إلحاق الضرر بجزيء الـ DNA أو لأن جزيء الـ DNA جزيء عملاق أي كبير الحجم الهدف الثالث أن يستنتج الطالب الهدف من تحديد تسلسل الـ DNA ذكرنا سابقا أبنائي أن تحديد تسلسل الـ DNA تعتبر مهمة معقدة إذن لماذا سعى العلماء لتحديد هذا التسلسل؟ ما الهدف من تحديد تسلسل الـ DNA؟ نتذكر معا أبنائي بعض المعلومات التي درسناها في الصف العاشر والتي سوف تقودنا لمعرفة الهدف ألا وهي؟ تحتوي النواة على المادة الوراثية التي تتحكم في تحديد صفات الكائن الحي يتكون الكروموزوم من ثلاث الكثيفة من DNA ملتفة حول بعضها تتواجد على الكروموزومات بداخل النواة وحدات وراثية تسمى جينات إذن ما المقصود بالجينات؟ أحسنتم بالفعل هي وحدات وراثية تتواجد على الكروموزومات في النواة أو هي قطعة من الـ DNA تتحكم في تحديد الصفات الوراثية وما الهدف إذن من تحديد تسلسل الـ DNA؟ نعم بالفعل إجابة صحيحة إيجاد الجينات التي تتحكم بالصفات البشرية وفهم وظيفتها معلومات مسيرة حول تسلسل الـ DNA المعلومة رقم واحد تسلسل الـ DNA هو سلسلة من الحروف المتتابعة تمثل القواعد النيتروجينية الأربعة المعلومة رقم اثنان لفهم تسلسل الـ DNA يجب على العلماء اكتشاف أي المقاطع من الثلاث بلايين من القواعد المزدوجة في جزئ الـ DNA هي جينات فعلية المعلومة رقم ثلاثة يتضمن الجين الواحد بين عشرة آلاف إلى ثلاثون ألف زوج قاعدي المعلومة رقم أربعة يقدر العلماء أن عدد الجينات في ذي الـ DNA البشري يصل إلى خمسون ألف جين ما الذي تلاحظه عزيز الطالب في الشكل المقابل؟ أحسنتم الشكل يوضح ترتيب وتسلسل القواعد النيتروجينية داخل جزئ الـ DNA ولكن ترى هل يمكن إجراء كيمياء تحليلية لتحديد هذا التسلسل؟ بالفعل كلا لأن جزئ الـ DNA الكامل كبير جدا لذلك لا يمكن إجراء كيمياء تحليلية له لتحديد التسلسل إذن كيف تمكن العلماء من تحديد هذا التسلسل؟ يقرأ العلماء جزئ الـ DNA كما تقرأ أنت الكتاب صفحة صفحة لذا لتحديد تسلسل الـ DNA يجب تفكيكه إلى قطع صغيرة يمكن تحليلها ثم إعادة تجميعها معاً وإلى هنا أبنائي نكون قد توصلنا إلى تحقيق الهدف الثالث وهو أن يستنتج الطالب الهدف من تحديد تسلسل الـ DNA والآن اختبر نفسك عزيزي الطالب فسر ما يلي تفسيراً علمياً صحيحاً يسعى العلماء لتحديد تسلسل القواعد الـ DNA في جزئ الـ DNA صعوبة إجراء كيمياء تحليلية لجزئ الـ DNA لتحديد تسلسل القواعد يمكنك عزيزي الطالب إيقاف الفيديو ومحاولة الإجابة عن الأسئلة بالفعل أحسنتم إجابة السؤال الأول يسعى العلماء لتحديد تسلسل الـ DNA بهدف إيجاد الجينات التي تتحكم باستفات البشرية وفهم وظيفتها السؤال الثاني صعوبة إجراء كيمياء تحليلية لجزئ الـ DNA لتحديد تسلسل القواعد لأن جزئ الـ DNA الكامل كبير جداً يحتوي على ثلاثة بلايين قاعدة تقريباً أحسنتم بالفعل أبنائي فإجابتكم جميعاً صحيحة والآن مع الهدف الرابع أن يوضح الطالب دور العلماء في تحديد تسلسل الـ DNA هل تعلم عزيزي الطالب من العالم الموضح بالصورة التي أمامك؟ وما هي إسهاماته في علم الأحياء؟ بالفعل أحسنتم فإجابتكم صحيحة العالم هو فريدريك سانجر ولقد كان له إسهامات عديدة في مجال العلوم واستحق بها جائزتي نوبل تقديراً لهذه الإسهامات وسوف نتحدث الآن عن جهود بعض العلماء في تحديد تسلسل الـ DNA العالم الأول عام 1970 رايو طور تقنية تسمح بتفكيك الـ DNA إلى أجزاء في أماكن يمكن توقعها وبذلك تم تحليل جزء تلو الآخر مع إمكانية إعادة الأجزاء إلى خريطتها الأصلية عام 1977 سانجر طور طريقة رايوو واستخدم تقنية تشبه المستخدمة في تحديد تسلسل RNA ولا تزال مستخدمة حتى الآن وتسمى طريقة سانجر أو منقوس الأكسجين الثنائي وقد ساعدت تحليل المتوازي على دراسة الكثير من الأجزاء في الوقت نفسه وإلى هنا أبنائي نكون قد وصلنا إلى تحقيق الهدف الرابع من درسنا اليوم أن يوضح الطالب دور العلماء في تحديد تسلسل DNA ونأتي الآن إلى فقرة اختبر نفسك السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما يلي من العالم الذي استخدم طريقة منقوس الأكسجين الثنائي في تحديد تسلسل DNA؟ رايو سانجر ماثاي فرانكلين أحسنتم إجابة رائعة إنه العالم سانجر ولنتابع مع أبنائي فقرة اختبر نفسك أسئلة تقويم الوحدة الدرس 71 صفحة 104 السؤال رقم 20 لماذا يعد مهما تفكيك تسلسل DNA في أماكن يمكن توقعها؟ بالفعل لقد توصلتم إلى الإجابة الصحيحة أحسنتم لأن ذلك يسمح بتحليل جزء الـ DNA جزء تلوى الآخر مع إمكانية إعادة الأجزاء إلى خريطتها الأصلية ونأتي الآن لملخص الدرس النقطة الأولى يتركب جزء الـ DNA من لولب حلزوني مزدوج يتكون من هيكل داعم من الفسفات والسكر وتربط بين جانبيه أزواج من القواعد النيتروجينية النقطة الثانية يعد تحديد التسلسل الدقيق لتتابع القواعد النيتروجينية في جزء DNA مهمة معقدة لأسباب متعددة النقطة الثالثة يهدف تحديد تسلسل DNA إلى إيجاد الجينات التي تتحكم بالصفات البشرية وفهم وظيفتها النقطة الرابعة طور ريو عام 1970 تقنية لتفكيك DNA لأجزاء في أماكن يمكن توقعها وتحليلها جزءا تلو الآخر ثم إعادة الأجزاء إلى خريطتها الأصلية النقطة الخامسة قام سانجر عام 1977 بتطوير طريقة تحليل تشبه المستخدمة في تحليل RNA وسميت بمنقوص الأكسجين الثنائي أو طريقة سانجر وإلى هنا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس وإلى لقاء في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته